نحن في نقطة التماس تقريبا مع العملية العسكرية المستمرة من هذا المحور والرمايات كانت قبل قليل على كفرع ويد وصفوهن هاتين البلدتين التي تقعان إلى الخلف من الكاميرا طبعا الرمايات التي يعتمد عليها الجيش والحلفاء في هذه النقطة هي رمايات المدفعية من أجل ضرب مواقع المسلحين في هذه البلدات وخاصة بأن الجيش السوري يوم أمس وقبل أمس تمكن من تأمين هذه البلدات هنا في المنخفض عند الوادي بلدة الدار الكبيرة وإلى المرتفع عند التلة حيث في عمق الصورة هي بلدة حزارين طبعا هذه القرى كلها كانت تحت سيطرة النصرة الجيش والحلفاء تمكنوا من استعادة هذا الشريط تقريبا وهو الشريط نستطيع القول محمد هو يشكل أيضا خد تماس بين الريف الجنوبي لإدلب الجنوبي الغربي لإدلب مع الريف الشمالي الغربي لحمى وبالتالي هي نقطة مهمة جدا بالتقاء هذين الريفين خلال تقدم الجيش والحلفاء في هذه العملية وهي نقطة تقريبا تقع على مثلث يصل بين الريف حمى الشمالي الغربي مع الريف إدلب الجنوبي الغربي وصولا إلى الرياف اللذقية سنفصل أكثر في هذه المواقع وهذه الأهمية خلال التغطية عند الساعة الواحدة ولكن بشكل سريع جدا الآن بأن العملية العسكرية على هذا المحور مستمرة الرمايات المدفعية وكذلك الطيران أيضا مستمر رغم عمل المسيرات التركية التي حاولت أن تعطل الهجوم بالنسبة للجيش والحلفاء ولكن المعركة في هذه النقطة مستمرة ولكن طبعا بالمقابل الضغط الأكبر في هذه العملية هو على سراقب